بسم الأب والابن والروح الكدس في الإنهان كيف حبيبي عملين ايه؟ النهاردة بنعمة ربنا هنكمل الجزء الثاني من لحن الشيروبيم يسجدون لك او ني شيروبيم الجزء اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت وقفنا الحد في قوش فول في جو اموس هنرجع مع بعض ونشوف الجزء الجديد ني شيروبيم سي او اشتموت نم ني سرافيم ستي او او ناك او اشي اول او اموس ثلاث مرات كيريوس سابعوت يعني قدوس رب السابعوت جه آگيوس 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 كم اممار جه آگيوس 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 حسنا هنكمل دي تاني ونقول من اول ني شيروبيم وناخدها مع بعضها ونعيدها كذا مرة عشان تثبت في دماغنا ني شيروبيم سي او اشتموك نم دي سرافيم ستي او او ناك اف او ش افو ليف جو اموس جاگيوز اگيوز اگيوز ني شروبيم سي اوش تموك نمني سرافيم سي تي اونك اوش او لف غو اموز جاگيوز اگيوز اگيوز كمان مرة ني شروبيم سي اوش تموك نمني سرافيم سي تي اونك اوش او لف جاگيوز او 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 نراحظ مع بعض حاجة ان احنا اول حاجة افقوش افول مش افقوش افول في ناس في التسجيلات بعتالي بتقولي افقوش افول لأ افقوش افول دي دي حاجة تاني حاجة احنا بنقول اجيوس طبعا يعني قدوس ما ننساش ان احنا ايه في التلاتة تقدسات او في التلاتة اجيوس ان احنا نرشم الصريب ونخضع بدماغنا زي ما عملنا في ايه في يسجدونا لك نقول اخر مرة عشان نتكمل نشرو بيم سو اشتموك نمني سرافيم ستي اونك اف اوش اول اف غو اموس جاگيوس اگيوس اگيوس كي ري اوش كي ري اوش كم امور رو كي ري اوش كي ري اوش كم اين كي ري اوش جاگيوس اگيوس 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 كي ري اوش جاگيوس اگيوس 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 كي ري اوش كم امور موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالزبط بلاش يقتهد من عنده وبلاش اللي هو الحفظ السماعي اللي احنا حفظينه في الكنيسة بسرعة ويسجل على اساس ان هو حافظ سواء في تن بريسبيا او سواء في نيش روبيم عشان فيه ناس بتبعثي اشتركوا في القناة حافظ وهو حافظ الكلمات وحافظ اللحن بس مش حافظ بالتسليم ونحن التسليم ده اللي هنتحاسب عليه في مهرجان الكرازة فياريت نحفظ زي التسجيد بالزبط شكرا وبإذن ربنا نكون مع بعض المرة القادمة